مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المساء انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل أعمال المنتدى كرانس مونتانا وقد شارك رئيس الوزراء بيمي باداكي ألبير في أعمال المنتدى ممثلا لرئيس الجمهورية خالد مسلحاج من بروكسل انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات الدورة التاسعة عشرى لمنتدى الأمن الوطني والعالمي والتي تندرج في إطار افتتاح أعمال منتدى كرانس مونتانا وقد قام رئيس الوزراء بيمي باداكي ألبير ممثلا لرئيس الجمهورية بالمشاركة في هذا المنتدى على رأس وفد يضم وزير الخارجية وأمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي وأمين عام رئاسة الوزراء وبعض الفاعلين الاقتصاديين المنتدى افتتح بعرض في المنتزلين قصير عن المملكة البلجيكية العاصمة الأوروبية والتي تعتبر مقرا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومن ثم تناول ناصية الحديث جامبول كارتيرون الرئيس الفخري لمنتدى كرانس مونتانا الذي تحدث عن ظاهرة الإرهاب وما تشكله من خطورة على حياة البشرية وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشهدا بالشخصيات التي دعيت للمشاركة في هذا المنتدى وهم جورج إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا وقربان غيرليتش ردمان رئيس لجنة الدانوب وفريدا لاغي سياسية ليبيا وناشطة في مجال حقوق الإنسان وجورج فنيك فرنسي خبير دولي في مجال مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى رئيس الوزراء فهمي فلاكي ألبيرا وقال جانبول كارتيرون شخصيات الخمس لها تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب غير أنه أشاد برئيس الوزراء على وجه الخصوص وأشاد بالتجربة الشادية في مجال مكافحة الإرهاب وقال إن شاد في ظل قيادة رئيس الجمهورية إدريد بيتنو الذي عمل بكل تفاني وحماس لحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي أصبحت نموذجا لمكافحة الإرهاب مستغربا كيف يتم وضع شاد مع كوريا الشمالية في سلة واحدة برغم الجهود والتضحيات البشرية والمالية التي قدمتها شاد وذلك في إشارة منه إلى قرار الحظر الأخير الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وعقب ذلك تناولت الشخصيات الخمس الحديثة مستعرضين تجاربهم وخبراتهم في التعامل مع ظاهرة الإرهاب والأزمات الأمنية والقضايا الأخرى التي تعيشها بلدانهم مستخلصين إلى همية التنسيق وإنشاء آلية موحدة لاتخاذ الإجراءات الملائمة للتصدي للإرهاب واستئصال جذوره في كلمته رئيس الوزراء فاهمي باداكال بير شكر القائمين على المنتدى على دعوة شاد للمشاركة وعرض تجربتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وقال رئيس الوزراء فاهمي باداكال بير إن الإرهاب اليوم أصبح لديه حاضنة وبات يشكل تهديدا حقيقيا لكل البشرية والدول الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود والتنسيق لمكافحته وفيما يتعلق بتجربة جادية فقد أضاف رئيس الوزراء أن جاد ضحت بأكثر من 300 من أبنائها وأنفقت إمكانياتها الضعيفة للتصدي لهذه الظاهرة مشيرا إلى أن التصنيف الأخير لشاد من قبل الولايات المتحدة لا يمكن فهمه أو استيعابه موجها نداء إلى الدول المناهضة للإرهاب بنعم شاد من أجل تبييد صفحتها وإنصافها فيما حق بها من إجحاف برغم ما استثمرته من نفس ومال في ردع الإرهاب هذا ونشير إلى أن المنتدى الذي يستمر ما بين الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين سيعالج قضايا الأمن، الهجرة، الفساد وحماية الأنشطة البحرية ومكافحة القرصنة فضلا عن تحسين التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول وفي موازات هذه المواضيع سينظم المنتدى حدثين مهمين هما المؤتمر الدوري المتعلق بمبادرة البحار الثلاثة، بحر البلطيق، البحر الأدرياتيكي، والبحر الأسود ومؤتمر منتدى المرأة الأفريقية ودورها في الأمن العالمي ترجمة نانسي قنقر